في شأن آخر قالت مصر والسودان أن المحادثات بشأن سد النهضة الاثيوبي ستستأنف غدا الاثنين واستطهامات مصرية بأن اثيوبيا سعت لإلغاء كل الاتفاقات التي تم توصل إليها من قبل وانتهى مساء السبت الاجتماع الرابع لوزراء الريء في مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة بتكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة المعنجة مسودة توافقية جديدة كلف بها السودان عقب اجتماع لتقريب وجهة النظر وإبعاد احتمالات مزيد من تعثر التفاوض حول سد النهضة السد سد قبل ملئه طريق التوافق بين الأطراف فلكل موقف قد لا يتناسب مع الآخر لا سيما حينما يتعلق بردود أفعال كل من السودان ومصر إزاءانية إثيوبيا ملء الخزان بأربعة فاصل تسعة مليار متر مكعب في المرحلة الأولى ودون اتفاق بالنسبة لنا نحن الناس الفنيين هذا لا يؤثر على السودان ولا يؤثر على مصر لأن المياه هذه ستسحب في فترة الفيضان اللي فيها مياه كثيرة ولن يتأثر السد العالي ولن يتأثر السودان لكن الفكرة في أنه لازم يكون جزء من الاتفاق كامل قطع التفاوض قبل توقفه شوطا كبيرا لكن عقبات كيفية ملء الخزان والتشغيل والمراقبة لا تزال تقف حاجزا يحول دون إنهائه يقول مراقبون أنه لا سبيل للدول الثلاث إلا العودة إلى طويلة التفاوض واستكمال النقاش للتوصل لاتفاق النهائي غير أن واقع التصريحات المتفاوضين يكشف عن تباعد قد يطيل أمد التوصل لحل مرض لجميع الأطراف بينما تفكر أثيوبيا في حصاد الكهرباء يخشى السودان ومصر سنوات الجفاف ما خوف يراها البعض واردة الحدوث أثيوبيا ستنضي باتجاه الموعد المضروب لبدأ التخزين الأولي أو الملأ الأولي للمياه في سد النهضة ليس أمام السودان أو مصر سوى محاولة تغليل الخسائر عبر توفير البيانات لأن هذه مزألة مهمة جدا يأمل السودان في تراجع أثيوبيا عن اتخاذ إجراءات أحادية تضر بمسار التفاوض وفي دور إيجابي يقوم به المراقبون على أمل استغلاص حل توافقي شيبة الحمد عبد الرحمن التلفزيون العربي الخرطوم من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرية المصرية أنه ليس متفائلا بتحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية بشأن السد وذلك بسبب استمرار التعنط الإثيوبي الذي ظهر جليا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا على حد تعبيره وأضاف المسؤول المصري أن هذا المقترح الإثيوبي الذي رفضته كل من مصر والسودان يؤكد مجددا على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة كما يكشف عن نيتها أطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية من الخرطوم ينم إلينا مباشرة السيد عبد الرحمن الأمين رئيس تحرير صحيفة الصيحة أهلا بك سيد الأمين إذن السودان مكلف بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بشأن سد النهضة برأيك كيف يمكن لهذه المسودة أن تتجاوز الخلافات العالقة خاصة بعد الاتهامات الأخيرة المصرية لإثيوبيا بأنها تتعنت من أجل التوصل إلى حل فيما يتعلق بها السد بداية أحب أن الصحيح لما أعود رئيس لتحرير صحيحة وإنما كاتب وباحث سياسي نعم شكرا طبعا الآن السودان مكلف بمسودة مكلف بمسودة توافقية لأجل تقريب وشهات النظر ما بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بالملأ الأولي أن تتعلم أن الدباية التي وقعت لأن المبادئ بين الدول السلاسة في السودان في مارس من العام 2015 نصت في أولى بنودها على التعاون الإيجابي بين الدول السلاسة في الملأة الأول والتشقيل ومن ثم في أن مسارعة أي طرف من الأطراف منفردا بالملأة الأولي هذا يعد إقلالا باتفاق المبادئ على أي تحال المراغبون يقولون أن إثيوبيا قد انتصرت تماما حين قبل سودان ومصر بتوقيع إعلان المبادئ لأنهم حينها أقروا تماما بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة ثم أن إعلان المبادئ نفسه في العام 2015 عندما وقع لم ينص على أن إثيوبيا تتوقف عن بناء سد النهضة لحين الاتفاق على كل الأمور الخلافية ومن ثم فإن هذا الاتفاق ضعط إثيوبيا بارقة وضوءا أخضر تماما للمضي في بناء سد النهضة الآن تعلمون أن إثيوبيا قد خاطبت السودان وكذلك مصر في أن يوافقه على ملء جزء لسد النهضة تعلمون أن هذه بمنسابة المرحلة الأولى وهذه المرحلة تستغرق عامين كانت مصر تصر على أنه في حالة الجفاف والجفاف الشديد ينبغي أن يكون الملء الأول يستغرق فترة أكثر من عامين على أي تحال إذا ما مضت إثيوبيا إلى هذا الملء مفردة هذا يعني أنها قد أخلت باتفاق المبادئ هذه واحدة الثاني المراقبون يقولون أن الآن مصر تلعب في الزمن الضائع لأن إثيوبيا الآن تراهن على عامل الوقت ونحن الآن في يونيو وإذا لم يتم توصل الاتفاق فإنه لن يبقى كثير وقت بيننا وبين يوليو الذي قالت إثيوبيا أنها ستنضي فيه إلى الملء الجزئي نعم في ظل هذا السعي الإثيوبي لشراء الوقت وشراء المزيد من الوقت حتى الوصول للموعد المحدد كما تفضلت هل ترى أن هناك أي إمكانية لنجاح هذه المبادرة أو هذه المسودة السودانية بين الدول الثلاث من أجل التوصل إلى حل نهائي خاصة في ظل عدم توقيع إثيوبيا على وثيقة واشنطن وفشلها حتى هذه اللحظة في التوصل الاتفاق كوثيقة نتحدث عن وثيقة واشنطن أيضا بلغة كرة القدم الأطراف كلها الآن تلعب في الزمن بدل الضائع ومن ثم فإن مصر الآن ليس بوسعها إلا أن تقلل حجم الخثائر لأنه ليس بالإمكان أفضل مما يمكن التوصل إليه في هذا الزمن القليل جدا الذي يفصلنا عن يوليو القادم طيب سيد الأمين مصر تحديدا اتهمت إثيوبيا بأنها تحاول تغيير موازين القوى في المنطقة من خلال بيع المياه لمصر هل تعتقد أن بالفعل هذا قد يكون هدف رئيسي لإثيوبيا في المنطقة إثيوبيا منذ البداية قالت أن صد النهضة إنما هو يراد به توليد الطاغ الكهربائية أنت تعلم أن السد هذا سيخزن خلال فترات المالية الخمسة التي تم الاتفاق عليها ما يقارب 74 مليار متر مكعب أنت تعلم 74 مليار متر مكعب هذه هي حصة مصر والسودان لعام كامل لأن مصر حصتها من النيل 55.5 مليار متر مكعب السودان 18.5 مليار متر مكعب هذه مجتمع 73 مليار وهذه 74 إذن سد النهضة ملأه خلال النهائي يمثل حصة السودان ومصر خلال موسم كامل جدا كل الذي تخشاه مصر الآن يتم الملأ خلال سنوات الجفاف والجفاف الشديد لأن كما تعلم أن مصر إذا ما لجأت سيوبها إلى ملء سد النهضة في سنوات الجفاف الشديد وبهذا الحجم الكبير جدا فإن هذا يجعل المياه أمام سد واسواد أقل من 165 متر وهذا يعني أن مصر ستعاني سنوات جفاف شديدة جدا أشكرك جزيل شكرا سيد عبد الرحمن لمين الكاتب والباحث السياسي ضيفي كنت معنا من الخرطوم شكرا لك